في إحدى القرى عاش شاب أعزب تقي يؤمن بقضاء الله وقدره يقول مع كل ابتلاء أو مصيبة تحدث له عسى في الأمر خير ودائما ما يردد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قريته إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وفي يوم من الأيام أراد جاره أن يتأكد من مدى صدق هذه الكلمات التي يرددها بلسانه فأخبر زوجته بأنه أثناء غياب جاره عميته سوف يقوم بأخذ أغنامه من حضيرته وإخفائها في قرية مجاورة ثم يقبره بأن اللصوص سرقوها ليشاهد إن كان جاره سيفوض الأمر لله كما يردد أم أنه سيندب حظه ويلطم وجهه ووعد زوجته أنه سيعيد لجاره ما أغنامه في اليوم التالي وافقت زوجة الجار وبالفعل وأثناء غياب الشاب قام الجار بدخول حضيرة الشاب وأخذ أغنامه وذهب بها للقرية المجاورة وسلمها لقريب له كأمانة وعندما عاد الشاب وجد جاره يصرخ ويخبره أن أغنامه سرقت في غيابه فحزن الشاب ثم قال قدر الله وما شاء فعل لعل في الأمر خير لا يعلمه إلا الله جن جنون الجار ثم عاد إلى بيته في ذهول وفي المساء أخبر زوجته أنه قرر الاحتفاظ بأغنام جاره ولن يعيدها إليه طالما وجده مطمئنا ثابتا بهذا الشكل فغضبت زوجته وأقسمت إن لم يرد الحق لصاحبه فسوف تخبر الشاب وأهل القرية بما في نيته تعالت أصوات الزوجين وفي هذا الوقت ذهب اللصوص لسرقة حضيرة الشاب فلم يجدوا شيئا داخلها فاستغلوا صياح الزوجين ودخلوا حضيرة الجار وأخذوا ما بها دون أن يشعر الجار وزوجته بهم وفي الصباح اكتشف الجار ما حدث له من سرقة فأخذ يصرخ ويلطم خديه ويمزق ملابسه قال له الشاب لا يصح فعل ذلك فوض أمرك لله لقد سرقت قبلك واستسلمت لأمر الله فقالت زوجة الجار للشاب إن أغنامك بالقرية المجاورة خبأها زوجي ليختبر كلام الخير الذي يردده لسانك وكان في نيته إعادة الأغنام لك وعندما تبدلت نيته للشر أتى اللصوص وسرقوا ما بحضيرتنا وحفظ الله أغنامك في مكان بعيد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رجل ثري كان لاهيا مختالا فخورا بماله وقصوره في أحد الأيام دخلت عليه ابنته الملتزمة بابتسامة تحمل الحزن والبهجة معا وعندما سألها عن سر هذه الابتسامة قالت له لقد مات والد صديقتي وهو ساجد بالمسجد أثناء صلاة الفجر ما أجملها من خاتمة تمنيت من الله أن تعمل لها وتترك كل المعاصي التي تبعدك عن الله فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه غضب الأب وقال لابنته اطمئني قبل أن أموت بأيام سأتوب إلى الله وأحسن خاتمتي أما الآن فلابد أن أتمتع بالدنيا وبما جمعته حزنت الإبنة وقالت له سوء الخاتمة وحسنها بيد الله وليس بأيدينا ثم دعت له بالهداية والتوبة وبعد أيام قليلة أصيب الأب بمرض خطير وتردد على مشافي كثيرة في بلدان مختلفة من بلاد العالم وفي كل مرة لا يرى فائدة تذكر وأن الأمر يزيد خطورة مع الأيام حتى قال له الأطباء بحسابات الطب التي نملكها فإنه لا أمل في شفائك ولقد أصبحت أيامك في دنيا الناس معدودة لا تتعدى الشهرين أو الثلاثة حزن الأب وارتعشت كل خلية فيه وانتصبت كل شعرة في جسده من الذعر ولما أيقن بما أخبروه عاد إلى بلده منهارا محطما وعندما علمت ابنته بالخبر حزنت كثيرا وذكرته بالتوبة وعمل الخير وأكدت له أن الأعمار بيد الله وحده بادر الأب واستدعى محاميه الخاص إلى مكتبه وأغلق الباب من ورائه وأملع عليه وصيته العجيبة تبرعات سخية للأطفال الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين ومشاريع خيرية وصدقات وكلما حاول المحامي أن يتكلم أسكته الأب قائلا لقد أيقنت أنني مودع هذه الدنيا وأريد أن أغتسل من ذنوبي وأحسن خاتمتي ثم بدأ يقسم بقية ميراثه على ورثته كل ذلك على الورق وطلب من محاميه أن لا ينفذ شيئا من هذا إلا بعد موته ومن يومها انقلبت حياة الأبي تماما فلم تعرف رجلاه سوى الطريق إلى المسجد وأصابعه لا تزال تدير مسبحته الطويلة حتى كلامه أصبح محسوبا موزونا لا يدور لسانه إلا بذكر الله أو تذكير أو نصح أو إرشاد وتمضي الأيام والرجل كثير الاعتكاف غزير الدمعة ومع كل يوم يموت بعضه ويمر الشهر وراء الشهر وفي الشهر الثالث بدى الرجل وقد أصبح من أبناء الآخرة ولما انقض الشهر كله وتتابعت أيام من الشهر التالي ورأى أنه لا يزال في كامل عافيته برقت عيناه وأشرق أمل جديد في صدره وبعد أسابيع أخذ يصيح لاعنا الطب والأطباء وسارع يخلع ثياب الزهد والعبادة ودعى صحبته القديمة التي كان قد طلقها وقرر أن يعوض ما فاته بسهرة لم يسهر مثلها إنسان ولتكون ليلة أشبه بليالي ألف ليلة وليلة وقبل أن تصل الصحبة الفاسدة ادعت ابنته المرض وطلبت من أبيها أن يهتم بها ويؤجل احتفاله ولأنه يحبها من قلبه لبى طلبها فابتسمت له وقالت سيزول الألم عني وأشفى تماما إذا ما سهرت الليلة معي وتقرأ القرآن بصوتك الجميل ثم تزيدني ببعض الأذكار التي كنت ترددها طوال ثلاثة أشهر ابتسم الأب وجلس بجانب ابنته يقرأ لها القرآن وكلما دمعت أعينهم قالا معا لا إله إلا الله ومع ذان الفجر توضأ الأب وصل الفجر وفي آخر سجدة في الصلاة فارقت روحه إلى بارئها ورغم حزن الإبنة على والدها إلا أنها حمدت الله الذي أحسن خاتمته في اللحظات الأخيرة وقالت صدقت يا رسول الله يا من قلت من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله وختم له بها دخل الجنة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور كبر إسماعيل عليه السلام وتزوج من فتاة من القبائل المجاورة وكان أبوه عليه السلام يزوره ويرعاه وينصحه بين الحين والآخر وذات ليلة رأى إبراهيم عليه السلام وهو نائم رؤيا بأنه يذبح ابنه إسماعيل وإبراهيم عليه السلام يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي ففكر في ولده الذي تعلق به قلبه وماذا يقول عنه إذا أرقده على الأرض ليذبحه فالأفضل أن يقول لولده ليكون ذلك أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قهرا ويذبحه قهرا وانتهى الأمر وذهب إلى ولده قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى لم يتردد إسماعيل لحظة واحدة وإنما قال لأبيه يا أب تفعل ما تؤمر ومضى الإثنان لينفذ أمر الله ورقد إسماعيل عليه السلام على الأرض وجهه في الأرض وإبراهيم يرفع يده بالسكين عندئذ فقط وفي اللحظة التي كان السكين فيها يتهيأ لتنفيذ أمره نادى الله إبراهيم كما جاء في القرآن الكريم وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إنا كذلك نجزي المحسنين وفد الله إسماعيل بذبح عظيم وتحول الحزن إلى فرح وصار اليوم عيدا لقوم لم يولدوا بعد وهم المسلمون فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجد لي إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم ومرة أخرى وبعد أن أصبح إسماعيل قويا جاءه إبراهيم وقال له يا إسماعيل إن الله أمرنا أن نبني الكعبة ثم بذل جهدا استحالت بعد ذلك مماثلته على عدد كبير من الرجال حيث كان عليهما حفر الأساس لعمق كبير في الأرض ثم قطع الحجارة من الجبال البعيدة والقريبة ونقلها بعد ذلك وتسويتها وبنائها وتعليتها وكان الأمر يستوجب جهد جيل من الرجال ولكنهما بنياها معا ودعا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهما أعظم مسلمين على وجه الأرض يومها أن يتقبل الله عملهما وأن يجعلهما مسلمين له كما سأل الله أن يخرج من ذريتهما أمة مسلمة له سبحانه وأن يبعث رسولا لهؤلاء البشر فاستجاب الله لهما وكانت هذه الأمة هي أمة الإسلام وبعث الله بعد ذلك بسنوات طويلة رسول الله محمدا وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم